السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدارس الهدي المحمدي برنامج التعلم عن بول نصف السادس الوحدة الخامسة الانترنت وشبكة الويب العالمية البريد الالكتروني من طرق التواصل مع الأشخاص أنك تبعث له رسالة إذا كانت الطريق هاي طريقة تقليدية لكن إذا استخدمنا أجهزة الحاسوب من طرق التواصل البريد الالكتروني إذن هي طريقة لتبادل الرسائل بين الأشخاص باستخدام جهاز الحاسوب إذن من الطرق أن يأتبادل الرسائل لإستخدام أجهزة الحاسوب البريد الالكتروني طبعا أخذته في دروس في صفوف سابقة عنوان البريد الالكتروني تتكون من جزئين أساسيين من اليسار لليمين الجزء الأول رمز الشخص أو اسمه زي هون عنا أمل هون عنا رولا 94 رمز الشخص أو اسمه طبعا إشارة الآت بتكون بعدها بعد الاسم الشخص الجزء الآخر أو الجزء الثاني موقع البريد الالكتروني إذن بتكون من جزئين الجزء الأول رمز الشخص الجزء الثاني موقع البريد الالكتروني وحتى تستطيع رسال رسالة لازم يكون إليك عنوان على أحد المواقع التالية مثلا موقع hotmail.com أو موقع ياهو لازم يكون عندك إيميل على موقع من هاي المواقع اللي بتقدم خدمة البريد الالكتروني طبعا رسالة البريد الالكتروني بتشبه الرسالة العادية بمقوناتها إنت لما بتكتبعات رسالة عادية بدك ترسلها لشخص إذن عنوان أول إشي بتكتب اسم الشخص اللي بديك ترسل إله بعدها بتكتب موضوع الرسالة وبعدها بتكتب نص الرسالة بتشبه الرسالة العادية اسم الشخص الموضوع ونص الرسالة وحتى تدخل للبريد الإلكتروني حكينا لازم تستخدم أحد المواقع طبعا بالكتاب حكي لك بدنا نستخدم موقع ياهو بتكتب بالآدرس أو بالجوجل ياهو أو بتكتب ياهو مباشرة www.yahoo.com حكينا بالبحث عن طريق عنوان الموقع لما تكتب www.yahoo.com بالآدرس مباشرة بننقلك لموقع الياهو بعدها بتنقل انتر بتدخل طبعا بتذهب إلى أيقونة الإيميل بتدخل اسم المستخدم الباسورد انتر أو ساين ان طبعا في معلومة هون لإرسال رسالة جديدة ننقل على نيو أو لإرسال الرسالة بعد إنهاها ننقر على سنت طبعا هاد نظري الحصة جاي إن شاء الله بنواخدها تطبيق عملي من استخدامات الإنترنت وشبكة الويب أنه بنستخدمه في التعليم الإنترنت بنستخدمه في التعليم زي ما احنا حاليا هلا بنستخدم في التعليم عن بعد الإنترنت في الألعاب الإلكترونية أكيد أغلبكم عندهم ألعاب إلكترونية باستخدم الإنترنت من خلالها الإنترنت في التجارة العالمية طبعا في التجارة العالمية أو تجارة الإلكترونية بنستخدم الإنترنت بس ما بنستخدمه في التشارة التقليدية لأنه المقصود بالتجارة الإلكترونية بيع وشراء عن طريق الأسواق أما التجارة الإلكترونية البيع والشراء عن طريق الإنترنت كمان الإنترنت في الحكومة الإلكترونية هلأ فيه فواتيركم؟ بدك معاملة مثلا ممكن تجريها عن طريق موقع الحكومة الإلكترونية الإنترنت في البريد والتواصل الإلكتروني زي ما حكينا قبل شوي البريد الإلكتروني هي طريقة للتواصل عن طريقة إجهزة الحاسوب ورسال المسيجات والرسائل الإنترنت والإعلام طبعاً هلأ فيه الأخبار كلها بتكون عبر الإنترنت ما بتحتاج شاشة تلفاز عن طريقة الإنترنت ممكن توصل لأي خبر أنت بدك يع إذن هاي استخدامات الإنترنت وشبكة الوب العالمية مهمة لازم تحفظوها عندك واجب نشاط صفحة 88 بتك تحله ويعطيكم العافية